ونبقى في القدس العربي إسرائيل ترفض التحقيقة في استشهاد أبو عاقلة وفلسطين تدعو الجنائية لتحميلها المسؤولية أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية امتناع الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة فيما أعلنت نائبة عربية في الكنيسة الإسرائيلي استقالتها ما يعرض حكومة بنت إلى الخطر وإلى خطر السقوط أيضا وقالت الخارجية في بيان إن خطوة الجيش هذه تتجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القراءن التي تدين جيش الاحتلال بقتل أبو عاقلة في محاولة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل مسؤولياتهم وضفت أن قرار الجيش غير مستغرب ويندرج في إطار معتادة عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن الجرائم والإعدامات الميدانية دون أي تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول حماية للمجرمين والقتل وتوفير الغطاء لهم لارتكاب مزيد من الجرائم وطالبة الخارجية المحكمة الجنائية الدولية والدول كافة تحمل إسرائيل المسؤولية بشكل صريح عن إعدام أبو عاقلة تمهيدا لمحاسبة دولة الاحتلال